بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعدوه سبحانه وتعالى عما يشركون يوزل الملائكة بالروح من أمنه على من يشاء من عباده أن أنزروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها ذكر ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكنوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرأف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لا داكم أدمعين هو الذي أنزل من السماء ينبت لكم منه شراب ومنه شده فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخَّل لكم الليل والنار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكم منه لحما طريا وتستخرد منه حلية تلبسونها وترنفلك مواخر فيه ولتبترون من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا أن تنيد بكم وأنارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلانات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق أمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعبوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواد غير أحياء وما يشعرون أهيان يبعثون إلهكم إله واحدة والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إن من لا يحب المستكلمين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتهم يوم القيامة ومن أوزير الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يحزين ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم وسوء على الكيفرين الذين تتوفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من زوء بلى إن الله عليهم بما كنت تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلديس مسوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تدني من تحتها الأمهال لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنت تعملون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الرام ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ولكنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومن من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى الله فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قومنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كون فيكون والذين آجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأدروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوتلون وما أرسلنا من قبلك إلا لجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعون أو ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو ياخذهم على تخرف فإن ربكم لرأف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ضلاله عن اليمين والشمائر سجدا لله وأن داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكذرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما ينكرون وقال الله لا تتخذوا إلى هين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فرعبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تبعون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البناس سبحانهم ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنسى ظل وجنه مسودا وهو كظيم يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا علىه من أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحقون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنكم الكذب أن لهم القسم لا درم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيّل لهم الشيطان أعمالهم فهو ولي اليوم ولهم عزاب أدين وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لكبير لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بكونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن سمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بلوتا ومن الشدر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سجر ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرزل العلم لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين خضنوا براج رزقهم على ما ملكت أيمانهم فأم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسهم أزوادا وجعل لكم من أزوادكم بنين وحفظة ورزقهم من الضيبات أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله هم يتفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مسلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو يوفق منه سرا وجهرا هل يستطيعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مسلا الرجلين أحدهما أبتم لا يقدر على شيء وهو كل على بولاه أينما يودهما لا يقدر خير هل يستويهم ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلم في البصر أم وأقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتك لا تعلمون شيئا واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعال بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأودارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ضلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يوزل للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفق عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشرفوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليه القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وخضوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليه من أنفسهم وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يامو بالعدل والإحسان وإيتاء بالقرب ويمهى عن الفحشاء والنكر والنغط يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله لداعاتكم ولا تنقضوا الأيمان بعد توفيدها وقشعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تتعلون ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوة الأنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربان الأمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه دخلا لكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوت السوء بما صدتهم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقة وليجزين الذين صبروا أجرموا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أوثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرموا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينوزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثر لا يعلمون قل أزله القدس من ربك بالحق ليسفت الذين آمنوا وغدا وبشراء المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه البشر لسام الذي يلحدون إليه أعدمي وهذا لسام عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدين الله ولهم عزاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أفره وقلبه مطمئنوا بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدل قوم الكيفين أولئك الذين قبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصيرهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تدادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت أهم لا يظلمون وضرب الله مسلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنهم الله فأزاق الله بباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقهم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الحزير وما أهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاب فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف أنسنتكم الكذب هذا حلام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالك ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها ثم تابوا من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حليفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه ويداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسمة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما دع إلى السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحقون بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموئضة الحسنة ودادئهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلن بمن ضل عن سبيله وهو أعلن بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيقهم مما يمثلون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون